بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا بنور العلم اللهم وحسن أخلاقنا بالحلم اللهم انشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد نتناول يوم إن شاء الله الدرس الأول من موضوع المصلحة إذ هذا الدرس إن شاء الله سيكون أو سيكون ستكون هذه المحاضرة في درسين هذا الدرس الأول إن شاء الله في موضوع المصلحة أو رعاية المصلحة وعلاقتها بالنصوص فنقول ابتداء إن مما أجمع عليه العلماء أن أحكام الله تعالى راعت مصالح الخلق في العاجل والآجل كما ظهر ذلك جليا من خلال تعليل الكتاب العزيز والسنة النبوية لكثير من الأحكام الواردة فيهما ولد سلك جماهير العلماء هذا السبيل أعني تعليل الأحكام فأخذوا في التعرف على العلال المنصوصة واستنباط غير المنصوص منها وقوفا على حكمة التشريع من جهة ولتكون طريقا لإثبات الأحكام في النوازل والمستجدات من جهة أخرى وبما أن المصالح قد تتفاوت في تعيينها ودرجة أهميتها لم يألوا الأصوليون جهدا في بيان ضوابط التعليل والاستدلال بها وبيان علاقتها بالأدلة الشرعية وقد ظهر الفقيه الحنبلي الأصولي نجم الدين الطوفي بمذهب في رعاية المصلحة لا يتفق وما عليه الأصوليون ففرض أن النص والإجماع وسائر الأدلة الشرعية إن خالفت المصلحة المعلومة للمكلفين بحكم العادة والعقل قدمت المصلحة عليها في المعاملات ونحوها ولخطورة هذا الموضوع أين من الأهمية بمكان أن نتناوله بالبحث واستجلاء للحق فيه وهذه المادة هي لفضيلة الأستاذ الدكتور أمجد رشيد حفظه الله ونبين هذه المسائل ونعرضها إن شاء الله تعالى فالمصلحة في اللغة يقول الفيومي في المصباح المنير صلح الشيء صلوحا من باب قاعدة وصلاحا أيضا وصالح بالضم لغة وهو خلاف فسد وصلح يصلح بفتحتين لغة ثالثة فهو صالح وأصلحته وصلح وأصلح أتى بالصلاح وهو الخير والصواب وهو الخير والصواب وفي الأمر مصلحة أي خير والجمع المصالح هذا من حيث اللغة وأما المصلحة عند الأصوليين وفي اصطلاحهم نعرض رأي الإمام الغزالي يبين ذلك فيقول رحمه الله أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة انتهى كلام الإمام الغزالي رحمه الله وقد عرفها الطوفي بأنها السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة ويظهر والله أعلم أن الطوفي يتمد في تعريفه للمصلحة شرعا على كلام الغزالي المذكور آنفا فكلاهما يطلقها على أسباب المنافع التي أراد الشارع تحقيقها في الخلق وليست على ذات المنافع وقد قرر الطوفي اهتمام الشارع بالمصلحة واستدلى على ذلك بأربعة أمور نعرضها الأول نصوص من الكتاب والسنة فيها ذكر المصالح والمنافع المترتبة على الأحكام كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم في القصاص حياة ثانيا سدلى أيضا بالإجماع فقال ثانيا إجماع من يعتد به على تعليل الأحكام بالمصالح ودرع المفاسد وأيضا ذكر دليل العقل وذلك أن الفعل الذي لا علة له عبث والله تعالى منزه عند العبث جل في أولاه رابعا النظار وذلك أنه تعالى راعى مصلحة خلقه عموما وخصوصا في مبدأهم حيث خلقهم على هيئة ينالون بها مصالحهم في حياتهم كما راعاها في معاشهم حيث هيئة لهم أسباب ما يعيشون ويتمتعون به من خلق السماوات والأرض ونقول إن مما أجمع عليه العلماء أن أحكام الله تعالى راعت مصالح القلق في العاجل وفي الآجل كما ظهر ذلك جليا من خلال تعليل الكتاب العزيز والسنة النبوية لكثير من الأحكام الواردة فيهما وذكرنا هذا وبينا رأي الطوفي في المصلحة وأنه اعتمد أو لعله اعتمد في ذلك على كلام الإمام الغزالي إذن كيف ينظر للمصلحة أن نقصد الطوفي ينظر الطوفي للمصلحة أو رعاية المصلحة على أنها دليل شرعي مستقل عن سائر الأدلة الشرعية لذا يمكن أن يقع التعارض بينها فيأتي النص مثلا على خلاف المصلحة فقد ذكر أن أدلة الشرع بالاستقراء تسعة عشر وعددها مقررا أن حديث لا ضرر ولا ضرار يقتضي رعاية المصالح إثباتا والمفاسد نفيا ثم نبه على أن أقوى تلك الأدلة النص والإجماع ثم قال بعد ذلك ثم هما أي النص والإجماع إما أن يوافقا رعاية المصلحة إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاها فإن وافقاها فبها ونعمة ولا نزاع إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم وهي النص والإجماع ورعاية المصلحة وذلك يعني حسب كلامه اتفقت هذه الثلاثة النص والإجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر لا ضرار وإن خالفاها وجب تقديم المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهما كما تقدم السنة على القرآن بطريق البيان هذا كلام الطوفي ونبهى أيضا في موضع آخر على أن تقديمه المصلحة على النص والإجماع وباقي الأدلة الشرعية إنما هذا بنص كلامه إنما هو تقديم دليل شرعي على أقوى منه وهو متعين للإجماع على العمل بالراجح كما قدموا الإجماع على النص والنص على الظاهر إذن ماذا أو ما يستفاد من كلام الطوفي بشأن المصلحة وعلاقتها بالنصوص الشرعية نقول نقف من كلامه هذا على عدة أمور أولها أن تصريحه بأن رعاية مصلحة دليل ومغايرته بينها وبين باقي الأدلة التسعة عشر بحيث يمكن فرض أن تتوافق معها وأن تتخالف وتصريحه أيضا بأن رعاية المصلحة أقوى من تلك الأدلة ومقدمة عليها عند التعارض أدلة قاطعة لا يساورها الشك على أنه يعتبر رعاية المصلحة دليلا مستقلا عن باقي الأدلة التسعة عشر وعليه كان المفترض به أن يجعل الأدلة عشرين بدل تسعة عشر ثانيها أن النص والإجماع قد يخالف رعاية المصلحة ومن ذلك قوله أن النص والإجماع إما أن لا يقتضي ضررا ولا مفسدة بالكلية أو يقتضي ذلك إلى أن يقول وإن اقتضي ضررا فإما أن يكون مجموع مدل ليهما أو بعضه وقوله أيضا أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل فإن رأينا دليل الشرع متقاعدا عن إفادتها علمنا أنه أحالنا في تحصيلها على رعايتها ثالثا وجوب تقديم المصلحة على النص والإجماع وبالأولاء غيرهما من الأدلة إن خالفا المصلحة وأن هذا تقديم لدليل شرعي راجح على دليل شرعي مرجوح وقد نص الطوفي على ذلك في غير ما موطع فقد قال في موضع آخر غير ما نقلته آنفا هذا بنصه إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة الشرع لأن الأقوى من الأقوى أقوى رابعا أن مراده بتقديم المصلحة على النص والإجماع هو التخصيص والبيان لهما لا تعطيدهما نقول هذان المعنيان لتقديم المصلحة على النص يمكن تصورهما في حال كان النص مجملا أو عاما فالمجمل هو ما يحتاج إلى البيان والعام هو الممكن أن يخص بقصر الحكم على بعض الأفراد التي شملها النص لأجل المصلحة وحينئذ أي كما يقول الطوفي لا يكون تقديم المصلحة على النص تعطينا لهما لكن ما هو موقفه فيما لو تعارضت المصلحة مع نص ليس مجملا فيحتاج إلى بيان ولا عاما فيقال بتخصيصه فإن قال حينئذ بتقديم المصلحة عليه كان ذلك تعطيلا للنص لأن هذا التقديم والحال ما ذكر والحال ما ذكر أو بيّن ليس بيانا ولا تخصيصا لأن هذا التقديم ليس بيانا ولا تخصيصا ولكنه ترك للنص بإعمال المصلحة دونه وإن قال بتقديم النص عليها يكون قد حقق معنى نفيه معنى نفيه لتعطيل النص لكن يفاجئنا الطوفي بالتصريح بتقديم المصلحة حينئذ على غيرها من الأدلة الشرعية فيقول وإن اختلفا فإن أمكن الجمع بينهما بوجه ما جمع ويقول وإن تعذر الجمع بينهما قدمت المصلحة على غيرها خامسا عد الطوفي المصالح المرسلة من جملة الأدلة التسعة عشر ثم فرض أن رعاية المصالح قد تخالف تلك الأدلة من غير أن يستثني المصالح المرسلة إذن المصالح المرسلة عنده من جملة الأدلة التسعة عشر فرعاية المصلحة ظاهر جدا أنها أمر آخر أو دليل مستقل كما صرح سابقا وصنيعه هذا دليل على أنه يفرق بين المصالح المرسلة ورعاية المصلحة وقد صرح هو بذلك أواخر كلا مهي على المصلحة فقال واعلم فقال واعلم أن هذه الطريقة التي قررناها مستفيدين لها من الحديث المذكور يقصد حديث لا ضرر ولا ضرار كما هو ظاهر ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك بل هي أبلغ من ذلك إذا نراه ينفي أن تكون طريقته في رعاية المصلحة هي المصالح المرسلة ويبين وجه فرق بينهما بأن رعاية المصلحة عنده أبلغ وهذا الأمر مفصل مهم لنا في التعرف على رعاية المصلحة في نظر الطوفي من أي صنف من المصالح عند الأصوليين وقد فهم بعض المعاصرين أن الطوفي يتكلم عن المصلحة المرسلة وما ذكرناه آنفا يرد هذا الفهم كيف والقائلون بحجية المصلحة المرسلة يشترطون فيها أن لا تخالف نصا لأن حقيقتها ما لم يدل الدليل على اعتبارها ولا إلغائها وما خالف النص أو الإجماع قام الدليل على إلغائه فليست حينئذ من المصالح المرسلة إذن ما معنى الاستدلال برعاية المصلحة عند الطوفي أو محل تقديم المصلحة على النص وسائل الأدلة وطريق معرفة المصلحة عنده نقول زاد الطوفي في شرح طريقته في الاستدلال لرعاية المصلحة فقال هي التعويل على النصوص والإجماع في العبادات والمقدرات وعلى اعتبار المصالح في المعاملات وباقي الأحكام فهو يفرق بين أبواب الشريعة بخصوص ما يعول عليه في معرفة أحكامها إذا القسم عنده ثنائية هكذا أولا العبادات وأمثلة العبادات واضحة الصلاة والصيام وهكذا والمقدرات نحو الكفرات والحدود والفرائض والمعاملات نحو البيع والإجارة والهبة وأما باقي الأحكام التي قاسها على المعاملات وأعطاها حكمها من حيث الاستدلال عليها فالظاهر من تقسيمه أنه يدخل فيها أحكام النكاح والفرق عند الطوف بين العبادات ونحوها والمعاملات ونحوها في اعتبار المصالح أن الأولى حق الشارع ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا من جهته نصا أو إجماعا والثانية التي هي حقوق المكلفين قائمة على رعاية المصالح فأحكامها سياسية شرعية وضعت لمصالحهم فكانت هي المعتبرة وعلى تحصيلها المعول هذا ولم ينبه بعض المعاصرين على أن تقديم المصلحة على سائر الأدل عند الطوف إنما هو في غير العبادات ونحوها إذن نبين أيضا طريق معرفة المصلحة عنده فنقول أنه كشف عن طريق معرفة المصالح عنده بالنسبة للمعاملات ونحوها فقال بعد أن نبه على أن مصالح العبادات تخفى على مجاري العقول والعادات ما نصه أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل فإن رأينا دليل الشرع متقاعدا عن إفادتها علمنا أنه أحالنا في تحصيلها على رعايتها انتهى إذن فطريق معرفة المصلحة في المعاملات ونحوها عنده هو حكم عادة المكلفين وعقولهم وعقولهم حكم عادة المكلفين وعقولهم لكن كيف يجمع الطوف بين هذا وتعريفه المصلحة شرعا إذن عرفها بأنها السبب المؤدي إلى مقصود الشارع فإن المعقول من ذلك أن مقصود الشارع يعرف من طريقه لا من طريق عادات المكلفين وعقولهم فما أيضا نوع النص الذي يمكن أن يخالف المصلحة كما يبين أو يذهب إليه بيّن الطوفي أيضا نوع النص الذي يتصور تعارض المصلحة معه فقسم النص أربعة أقسام الأول متواتر صحيح وقسم متواتر محتمل وثالث أحادي صريح وأخير أحادي أحادي محتمل فعنده أن المصلحة مقدمة على هذه الأقسام كلها لأن المصلحة قطعية من كل وجه لخلاف أقسام النص المذكورة فهي ظنية أما ثلاث الأخيرة فظنية الدلالة أو السند أما الأول فهو وإن كان متواترا صريحا في موضوعه لكنه قد يدخله الظن من جهة عموم أو إطلاق وهو يقضح في كونه قاطعا مطلقا واستبعد الطوفي قسما خامسا من النصوص وهو المتواتر الصريح غير المحتمل لعموم أو إطلاق بحيث حصلت فيه القطعية من كل جهة فلا يتطرق إليه احتمال بوجه فهذا طاهر أن الطوفي يمنع أنه يخالف مصلحة فهذا يمنع الطوفي أنه يخالف المصلحة لكن إبراز نوق الطوفي من هذا النوع الأخير جد مهم لأنه يمنع كثيرين من التمسك بكلامه في المصالح ممن ينادون بالخروج عن حكم النصوص القطعية المجمع عليها لدعوى مخالفتها للمصلحة ولم ينبه بعض من كتب عن مذهب الطوفي من المعاصرين على نوع النص الذي يفرض الطوفي معارضة المصلحة له وتقديمها عليه وهذا سيأتي إن شاء الله في ثمرة الخلاف بين رأي الطوفي ورأي غيره من الأصوليين أي تعليق على موقف الطوفي من تقديم المصلحة على أنواع النصوص الأربعة الأولى التي ذكرناها آنفا هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس اللاحق بيان هذا الموضوع وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر